لو كان ننسق سيكم يا خوتي ونقول لكم مش رايكم في حركة فتح حركة فتح الفلسطينية كل واحد فيكم يخلي لي رأيو في التعليقات على كل حال على بالي كامل باللي راح تقولولي حركة خائنة للقضية الفلسطينية وبالدليل شفنا فيديوهات توجع القلب شفنا أيضا يعني محمود عباس تحم هذاك في كل الخرجات تاعو في كل المواقف تاعو ما كانش عنده موقف صريح جدا ضد هذوك الناس يا سبحان الله الشعب تاعك راهو يقصف لكن انت يا مراك تدير حتى خرجه راك ساكت وقاب البوش راهو صاري حتى ان الجيش تحم تحركة فتح هذو تيروا على الفلسطينيين بشكل عادي يا خوتي وبالفيديوهات ماشي نهدر بش نهدره المهم يا خوتي راهم خصوهم شوية دراهم ملقاوش غير الجزائر راهم يوجهولها في نيداء ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي تديو تديو ان شاء الله المهم يا خوتي كامل فيديو هذا نسحقه يوصل الى الجميع وبالخصوص الى رئيس الجمهورية كامل خليوا اللايك اتعكم خليوا اللايك اتعك خويا الجزائري بش رسالتنا توصل بربي ان شاء الله حتى الى رئيس الجمهورية وما تنسوش ثاني في تعليقات كما قلت لكم في اللول جاوبوني على هذا السؤال وش رايكم في حركة فتح اينا اعتلكم هذا الفيديو ومبعدا نحكيو ولكن احنا بنتمنى يعني وانا مرة ثانية بقول نتمنى من الرئيس الجزائري واحنا بنعرف وحقه يزال حقه يزال على الكل بما فينا احنا بفتح بس هو اخونا الكبير وهذا الشعب الجزائري سمعتوا يا اخوتي الى ما سمعتوش يعني على حسب وش راهو يهضر هذا اللي هو احد المسؤولين في حركة فتح رئيس الجمهورية والجزائر والجزائريين باكمالهم راهم غضبانين من حركة فتح واعتبروها خائنة ودخلت الى القائمة السوداء فالان وش راهم يديروا راهم يحاولوا بكل الطرق ان الجزائر بش تعاونهم اكون فاهمين تفرجهم له اللي كان كبير وحيضان كبير في نظر كل الفلسطينيين ولا مخرج للملمة الفلسطينيين سياسيا ونضاليا وتنظيميا اللي فيه برنامج دولي وفيه منظمة التحرير وتثبيتها ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هذه يا حسرة من اللي قلناها لكم حنا يا يا حسرة من الجزائر كانت حابة توحد يعني بين كل الفصائل الفلسطينية وحدت يعني بين الفصائل الفلسطينية لكن انتو ما يا حركة فتح ما تتوبوش يا حركة فتح انتو ما ظهرتوا تعالصح خوانا في الميدان كي صارت الواقعة وشوفنا بعينينا عرفناكم بلي ما تسواوش حتى انو رئيس الجمهورية اندم كي كان يمدلكم في اعانات مالية باسم حركة فتح اما لا نقولها لكم الاعانات المالية الجزائرية راح تروح كامل الى احبابنا لراهم في الميدان في غزة نقطة الى السطرة وبنفس الوقت نتوافق على خيارا استراتيجيا للنضال الوطني لمواجهة لهذا العدوان وحنا بنعتقد بعد اللي حصل تبقى المقاومة الشعبية والمقاومة في كل المحافل الدولية واليوم صار في تدويل الصراع تبقى هي الاكثر فعلا واكثر تأثيرا لمحاصرة هذا الاحتلال ومن هو من وراء هذا الاحتلال هذا رأي كيفاش ركت تتكلم كيما هكذا انتايا يعني وتقول هذا رأي لكن رئيس داعك يتهم احبابنا باللي هما اللي رهم ديرين مشكل وهما 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 اللي بداوا وهما اللي ظلموا هذوك الناس بشكل عادي نورمال امام الجامعة هذه رغبتنا ولكن انا بقول للجميع بما فيهم اخوة اهلنا في الجزائر هون لن لن يكون هناك قرارا فلسطينيا تقود فتح الا بارادة فلسطينية ونابع من واقع الفلسطينيين وارادة حرة مستقلة كيما سمعتوا يا الجزائريين هنا رأوا حب كيما نقولوا يستعطف الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري ككل ردوا عليه ردوا عليه في التعليقات وبشبين لكم يا خاودي باللي حركة فتح خسرت الجزائر يعني بالدليل هو انه ايضا محمود عباس وش داري يا خاوتي البارح بعث رسالة الى رئيس الجمهورية رسالة يحكي فيها على الاوضاع وش راهو صاري في فلسطين كيش غولة رئيس الجمهورية هو اللي حاكم يعني حركة فتح هذه ولا معلا بايش لكن لا لا صدقوني غير رسالتها وخابيثة جدا والله ما يهموه الشعب الفلسطيني وانا ما يهموه يعني جيوبه فقط هذك يعني محمود عباس جامي دار هدة وجامي دار حاجة يعني في القضية الفلسطينية والدليل هو اخر وش الصراع يعني شفنا الحقيقة بعينينا يا خاوتي كنا مخدوعين كنا يعني نمشي وبنيتنا كنا يعني نقوم بالطبرعات لحركة فتح هذه على اساس انها تدعم الفلسطينيين لكن الان عرفنا الحقيقة باللي حركة فتح هي حركة اندماجية تحاول دمج المجتمع تهذوك الناس مع المجتمع الفلسطيني رغم انه الفلسطينيين يا حسرام اللي كانوا مرحبين بهذه الفكرة لكن هذوك الناس اللي محبوش يا خاوتي يا هاكم تسمعوا مليح وكما راكم تشوفوا هنا يا خاوتي تبون يتلقى رسالة خطية من محمود عباس حول الاوضاع في فلسطين ويعني هذه ماهيش حاجة جات بالصدفة هكذاك انه يكون الحوار تعلي شفناه يعني من قبيلة هذك المسؤول يعني في حركة فتح والخطاب يعني او رسالة تعم حمود عباس الى رئيس الجمهورية صدفة ماكنش منها يا خاوتي كامل راهم حبين يريقلوها مع الجزائر حركة فتح من اجل انه تساعدهم في الاموال وكذا وكذا علاش يا خاوتي لانه خانوها كامل الدول وتخلوا عليها كامل الدول وحتى الشعب الفلسطيني تخلى عليها والدليل تا هذا الشي انه داروا واحد الفوت والفوت هذا بين بلي 90% مؤيدين لحبابنا يعني حركة حبابنا راكم كامل تعرفوها وكي ما راكم تشوفو هنا رسالة هذه اللي بعثها محمود عباس الى تبون تتعلق بالاوضاع راهنة في الاراضي الفلسطينية يا محمود عباس الاوضاع ما توصل لها لناشنتايا الاوضاعنا عرفوها وحدنا الجزائر هي في الميدان الجزائر سقسي بركة ثمك على بالي انت جامي رحت لغزة جامي كنا رحت لها راكتفها مش كاين سقسي بركة على جمعية البركة ثم ذوك يقولولك وش صرا فيهم ساكن احنا الاخبار نديها من عن جزائريين من لخر ما نمنوك انتا لمسؤول فلسطيني اخر من لخر نمنو الا الشعب الفلسطيني لانكم انتوما يا المسؤولين بعتوها يا حسرة من هذاك العام وانتوما بيعينها وجاي في بيان لرئاسة الجمهورية تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستتعلق بالأوضاع راهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال وتم ذلك خلال استقبال خاص به اليوم الوزير الأول نذير العرباوي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة الفلسطينية جبريل رجوب حيث أعرب المسؤول الفلسطيني عن عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية قيادة وحكومة وشعبا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية وهو نفس المسؤول اللي شفته في الفيديو يا خوتي وليطلب اعتذاراته من رئيس الجمهورية باش رئيس الجمهورية يسامحوا ويعاون حركة فتح يا ودي والله ما نعاونوكم يا حركة فتح وإنما احنا نعاون الشعب الفلسطيني ونعاون حبابنا اللي راهم في الميدان نقطعوا إلى السطر أحبابنا اللي راهم في الميدان اللي راهم مشيين على نهج الجزائريين على نهج الثورة الجزائرية اللي كامل شفتوها بعينيكم اللي خرجنا بها هذه الخيرانسة بالسقلة بالسقلة بالكفايا خرجي المهم يا خوتي كامل أهبطو التحت خليوا اللايك اتعكم قبل ما تخرجوا وكامل يا خوتي أيضا جاوبوني على سؤال لي سقصيته لكم في اللول وتحية الجزائر في التعليقات وتحية فلسطين في التعليقات وهي في الأمان ونتلقى في فيديوهات قادمة